أطلقت الحكومة العديدة من المبادرات التي توفر الحماية المجتمعية للمواطنين وتبنت أليئة لرفع العبء عن كهل المواطنين وفي مقدمة تلك المبادرات جاءت المبادرات الرئاسية حياة كريمة الهادفة لتحسين جودة الحياة لقرى الأكثر احتياجاً وخاصة القرى في صعيد مصر فضلاً عن العديد من المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين بناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً هدف وضعته الدولة وعملت على تحقيقه بكافة الجوانب حيث سعت القيادة السياسية إلى تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل أطلقت الدولة العديدة من المبادرات التي توفر الحماية المجتمعية للمواطنين ومن بينها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة للكشف والأمراض غير السارية كما أطلقت الدولة مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بهدف تقديم الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ومبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار نور حياة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية ومبادرة دكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة للمواطنين الأولى بالرعاية وتجهيز الفتيات المقبلة على الزواج من اليتيمات وذوي الهمم ومبادرة سجون بلا غارمين بهدف سداد ديون الغارمين كما أطلقت الدولة مبادرة بر أمان لدعم وحماية الصغار الصيادين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومبادرة مراكب النجاح للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري الدولة رفعت أيضا نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 228.18 إلى 263.19 مليار جنيه وذلك بنسبة 15.14% ومنها ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافر وكرامة من 3.17 إلى 19 مليار جنيه كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.17 إلى 10.15 مليون مستفيد